موسيقى سبت 12 أذار 2022 مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم ضيفي في استوديوه الكاتب السياسي والإعلامي الأستاذ حسين مرتضى أهلا وسهلا فيك كثير من الأسئلة اليوم مطروحة خصوصا على خلفية مجريات العملية العسكرية الواسعة لروسيا في أوكرانيا انعكاس هذا المشهد اليوم على مفاوضات فيينا مع تعليق هذه المفاوضات أو تجميدة ماذا في المعطيات والمعلومات انعكاس كل هذا المشهد على الواقع الداخلي اللبناني أسئلة كثيرة مطروحة خصوصا أنه دخلنا على ما يبدو مدار الانتخابات النيابية هل ستجري بعد في تشكيك يعني بعد السؤال مطروح على رغم أنه يومين يمكن فاصلين عن لاحقوا حالكم عجلوا مبقا فيه بعد تلاتة نفس الأمن الدولي ومشاهده بالأمس من معركة وثائق ومواقف بين موسكو وواشنطن مختبرات أسلحة جرثومية بأوكرانيا ترعاها وتقيمها الولايات المتحدة الأمريكية لإعداد سلاح جرثومي وواشنطن رفضت الاقتراح الروسي بحسم الأمر عبر تحقيق دولي يضع يده على الملف روسيا تسجلت نقطة في المرمى الأمريكي برأيك أم ماذا؟ أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام نترحم على أرواح الشهداء طبعا انطلاقا من النقاط المهمة التي أثرتها خلال هذه المقدمة تطورات التي يشهدها العالم لم نعود نقول تشهدها المنطقة كمنطقة خلال السنوات العاشر ربما كان أكثر التركيز على منطقتنا اليوم المسألة أصبحت عالمية تترك الكثير من الارتدادات على واقعنا وعلى منطقتنا المعركة في او إذا بدك ما يجري من عملية عسكرية في أوكرانيا كما تم تسميتها من كبار روسيا صحيح وحبيت أنت المصطلح تحت الهوى هي معركة بكل إذا بدك في كل المجالات بأي معنى؟ يعني بمعنى صحيح ربما خلال الأسبوعين الماضيين بدأت كمعركة عسكرية لكن قبل المعركة العسكرية كان هناك معركة سياسية ومع استمرار العملية العسكرية نلحظ أن هناك معركة اقتصادية ومعركة سياسية ومعركة أمنية واليوم نتحدث عن جانب آخر له علاقة بالأمن الأمن العالمي يعني أمن وجود الإنسان كإنسان بمعنى شواله؟ بمعنى أنه ما تم كشفه عن وفائق كانت تقوم ببعض الأبحاث إذا صح التعبير وعمليا هناك تجارب أجريت في أوكرانيا ولم يتم نفيها الخطير في الموضوع أولا الوفائق حصلت عليها الاستخبارات الروسية وأصبحت بحوزتها كيف حصلت عليها هذا بحث آخر وصلتها كابشات وصلوا إلى المنطقة أو كان في حدم من داخل المعامل أو المصانع أو المراكز الأبحاث أعطى هذه الوسائق لروسيا هو أوكراني لأن الروسي اشتغل بطريقة استخباراتية حتى قبل بداية المعركة كان لديه الكثير من الوفائق ليس فقط على صعيد البيولوجي بل على صعيد الأمني وعلى صعيد ما كان يتم تحضيره في أوكرانيا لذلك كان الخيار العسكري هو الأصعب ولكن لم يعد هناك أمام روسيا إلا هذا الخيار يعني تجمعت لدى روسيا مثل ما حدبتك عم تقول معطيات أكيدة بالتالي خلتها تروح إلى هذه الخطوة طبعا حذر حذر كان فيه له حتى مقال قبل عدة سنوات بوتين تحدث عن الموضوع دائما كانت الخارجية الروسية تحذر من ما يجري في أوكرانيا وما يحضر لروسيا من أوكرانيا إلى أن وصلت الأمور للقيام بهذه العملية الجراحية لكن برغم ما ساوئها يعني نحن كمان حتى نكون واقعيين يومنا نحكي أمام بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي نتحدث مع عبر شاشتكم الكريمة المعركة كل الحروب وثخة وكل الحروب حقيرة موجعة وأكثر من يتضرر في هذه الحروب مش أكثر هو المتضرر اللي هي الشعوب المدنيين الفقراء المساكين اللي مائل لا ناقة ولا جمل لكن وقعت الواقعة والمشكلة أنه ما كان فيه بالمقابل بأوكرانيا شخصيات بمستوى يعني يكون فعلا رئيس دولي يعني بغض النظر عن التصرفات يعني اللي عم يمارسها كناشط على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم بيطلعنا من المطرح وأحيانا بيكون يعني تصوري حتى هم يعترفوا أنه في بعض الفيديوهات مسجلة مسجلة مسبقا شو هالرئيس اللي محضر فيديوهات بقلب الكييف بس هذا يؤشر إلى ماذا؟ يؤشر إلى أنه يعني عارف لوين واصل الأمور يعني هناك مخطط مرسوم وموضوع مسمق يعني عرفين حاله شو عم يعمل وعرفين حاله أنه عم يود البلاد إلى حافة الهاوية المنطق بيقول أنه يكون في علاقة جيدة مع إذا بدك مع الجيران شو بدي بالنس اللي أنا عم راههم عليهم من الخارج اللي هني باعترافيته كمين حاليا عم يقول خذلو في الكثير من المفاصل والكارثة أنه حتى الآن ما وجدنا رسالة بالمعنى الرسالة يعني أحيانا بالمعارك وقتل بتكون في معركة دولة بيطلع القائد رئيس الدولة بيتحدث برصانة بيتحدث بحلول بيتحدث بخطط بيتحدث لها علاقة الخطط بوقف المعركة اليوم أنت مش بمطرح تدعو إلى المواجهة بالمعنى المواجهة المطلقة لأنك الآن تدافع يعني بمعنى في يعني أنت بحالة دفاع اليوم في معركة عسكرية ماشية وما عليش كمين بدي أقول لك شغلي أنه اللي عم يتابع ما تم يعني السيطرة عليه اليوم ما يعادل إذا بدنا نحسبها بالجغرافية تقريبا لأنه أقرب شيء لنا مثلا يعني حدود تقريبا صار مسيطرة على دولتين من الدول الكبرى في منطقتنا مثلا كمساحة جغرافية يعني إذا بدنا نحسب يمكن بيطلع معنا أكتر من كل مساحة سوريا وأكتر من بتعدي كم مرة مساحة لبنان وبيطلع هؤلاء كلهم اللي صار مسيطرة عليهم يعني تكع مساحة شاسية عتمة تسيطرة عليهم طبعا لهل عم يقول أنه على رغم أنه مرحنا إلى مدننا نفكر أنه العملية العسكرية هي أد مساحة لبنان أو أد مساحة يعني عم نحكي نحن أنه هلأ صار مسيطرة الجيش الروسي على تقريبا إذا بدنا نحسب مساحة سوريا ونص تقريبا صار مسيطرة عليها الجيش الروسي وما عاد هو من خطته العسكرية حاليا ليس الهدف أن يكون هناك دخول عشوائي خصوصا إلى العاصمة هل تفكر شو البطء بالعملية؟ لأنه كثير عم نحكي عن بطء في طريقتين يعمل عليها الروسي عسكريا اليوم أولا هو حقق الهدف الاستراتيجي وهو؟ الهدف الاستراتيجي من المعركة كمان كان خلا نكون واقعيين شو بدي بالتوظير لعم تحاول حتى بعض القنوات العربية ما تعطي حقيقته؟ ما بننسى أنه في سندي غربي اليوم هي التي تسيطر هلأ هذا كمان إذا بنا نحكي عن الموضوع الإعلام الصحي يعني هون يتأثروا فيها وفيه إعلام اليوم يعني في معركة إعلامية رايحة لصالح هذا الفريق المعادل مثل ما بلشت المعركة الإعلامية بسوريا وقت اللي كنا بالحرب وكانوا عم يروجوا وسقطتوا وما حققتوا ستحقق وسيسقط النظام ولكن وهزيمة روسيا بعد فترة تبينت الكثير من الحقائق وتبين بأنهم خاطئون في كل تقديراتهم عادة بالعمل العسكري بالعمل الاستراتيجي بيكون في خطة وبيكون في مراحل طيب شو هدف العملية العسكرية اللي قامت بها روسيا هدف العملية العسكرية إيقاف أوكرانيا عن عملية الانضمام إلى الناتو وكذلك وضع حد لكل الانتهاكات التي كانت تمارس بدونباس وغير دونباس من خلال الجرائم التي ترتكب من خلال الحرائق التي كانت تفتعل من خلال كل هذه الاستراتيجية ما وضعت روسيا في اليوم الأول بأنها تريد تدمير أوكرانيا أو مسح أوكرانيا أو احتلال أوكرانيا بالمعنى الاحتلال أو الدخول إلى كييف بالمعنى الدخول إلى كييف في خطة عسكرية استراتيجية وضعتها روسيا نفذت هذه الخطة بالتقديرات العسكرية الاستراتيجية حقق الهدف الاستراتيجي 80% إذا بدك بغض النظر عن الواقع الميداني كيف يمكن الحديث عن تحقيق الهدف الاستراتيجي؟ بالوقت الأوكرانيا حتى الساعة ما شفنا في الداخل الأوكراني أي إذا بدك حركة انشقاق ما شفنا في الداخل الأوكراني إعلان واضح وصريح بأنه اليوم هو لا يريد الانضمام إلى الناتو بأنه يعني يريد أعطاء الضمانات الأمنية التي ينادي بها بوتي مش المهم شو بيحكي هو المهم شو عاد فيه على الأرض اليوم عم أقولك أنه المناطق المحيطة والحدودية اللي كانت بالناحية الشرقية وإن كانت بالناحية الغربي أصبحت كلها تحت سيطرة الجيش الروسي واللجان الشعبية من هذه المناطق الأقليم اللي كانت أعلنت انفصالها عن الدولة الأوكرانية أصبحت بالكامل تحت سيطرة اللجان الشعبية الموجودة هناك بالإضافة إلى الجيش الروسي لم يعد باستطاعة أوكرانيا ولم تعد لديها القوة اليوم لأن تعلن وتحدد هي طبيعة إذا بدك رؤيتها العسكرية الاستراتيجية في المرحلة القادمة شلت يعني من الناحية العسكرية في تقدم لصالح روسيا على أكراني حققت الهدف أولا أبعدت الخطر عن حدودها من الخطر الاستراتيجي العسكري هلأ موضوع الاقتصادي طبعا هذا التابعات أخرى سيطرت على جزء كبير من هذه المناطق وتحاصر العاصمة كييف اليوم الهدف بالنسبة لروسيا أن الدخول إلى كييف ولكن ليس بالضرورة يكون هناك استعجال بمعنى أن الهدف أن يكون هناك إخراج أكبر عدد من المدنيين حتى لا يتم استغلال هذه القضية وحتى لا يكون هناك قسائر من المدنيين رغم كمان عمليات التشويه التي جرت في هذا الإطار هلأ هون بيطلع واحد بيقول طيب وفيه خسائر يعني معلج ما هون مش راحين سيران عراية أهل الشيم أنت طالع بمعركة وبالمعركة أكيد بدي كون فيه خسائر معركة وعادة بالعلم العسكري كمان طالما عم نحكي عسكري بالعلم العسكري المهاجم هو الذي يطلقى خسائر أكثر من المدافع لأنه بيحسبوها بالعسكر كل 300 أبيل واحد وأنه اللي قاعد عم يدافع أو اللي موجود في منطقة ثابتة هو كاشف المنطقة واللي مهاجم هو اللي بيتعرض أكثر لخسائر من الناحية حتى من الناحية البشرية وحتى من الناحية من ناحية الآليات وهيرو لكن نحن عم نحكي هدف مش عم نيجي مش عم بيجي عد والله اليوم صاروا عشرين واليوم صاروا ثلاثين وتطلع الوزارة الدفاع الأوكرانية بتحددنا صاروا خمس إذا من اليوم الأول كانوا بحسابات ونهن حكيوا عن أرقام كبيرة جدا يعني قلت إذا استمرت بهاي الحالة يعني سيسم إبادة الشيء إيه ذكروني بعملية اللي كانوا يطلع بعض القنوات ببداية الحرب بسوريا يحطوا أرقام ويحطوا أعداد المنشقين فبعد شي خمس ستة شهر كنت عم بحاول إجمع يعني أنه يخي تب هودي إذا لطلعوا مسلا على إحدى القنوات قالوا نشقوا نشق اليوم كذا ونشق اليوم كذا عم بجمعهم بعد شي ست سبعت وشهار بيطلعوا أكتر من جيش الصيني يعني أكتر من الشعب السوري كلهم ما منعرف مين الكين عم يقاتل بسوريا يعني بعد فترة هذا الموضوع ما عاد نجح معهم بس هو تبين شراسة الحرب الإعلامية اليوم القائمة طبعا طبعا والتي يمكن تتفوق فيها اليوم يعني الغرب مع أمريكا على يعني روسيا وكل هذا المحور يتفوقون تقنيا طيب بس ما عم بيوجهوا رأي عام آخر شيء بنهاية المطار ما هو مين عم بوجهه رأي العام هو بالأساس رأي العام هذا إلى حد ما إلى حد ما هو منقسم والانقسام اللي عم بيجري حاليا بالعالم هو انقسام عمودي يعني واضح أنه هناك عملية إيقاف أي صوت يعطي حقيقة أو جزء من الحقيقة كمان حتى ما يعتبرني البعض أنه أنا عم بيلي طيب إذا أنت عم تعتبر أنه هذه معركة عسكرية وأنت عم تحقق الإنجازات لش بدك تلحق القنوات الإعلامية وتسكر عليها لش بدك تلغي كل الأقمار الإصطناعية اللي عم تبث إلى أوروبا وغير أوروبا ولش بدك توقف مثلا المراسلين ببعض القنوات ببعض الدول ولش بدك كمان تسكر حتى قناة اليوتيوب أو غيرها أو ما شبه ذلك يعني هذا دليل أنه أنت ما عندك استعداد أن يتم أو أن يكون هناك صوت آخر ينقل جزء من حقيقة ما يجري بغض النظر أنه هو عم ينقل صحيح أو ما عم ينقل صحيح ما أنت كمان بالمقابل لديك الماكينة الإعلامية اللي عم تشوه حقائق كثيرة نحن نشوف فبراكات يعني كمان أكشف هذه الفبراكات بشكل واضح بالبداية الأيام الأولى يعني هلأ بتحسي أنه ما عندنا كثير عم نلحق بعض الأكاذيب لأنه كمان صارت يعني بطلت لحقت الحقة أصلاً ومعد يعني صارت واضحة يعني انكشفت بشكل كثير يعني حسنا بتذكر بالأيام الأولى خلوصاً الأسبوع الأول اللي قدرت أحصيهم كانوا عشر أو اتنعشر حالي هوني موجودين بسوريا وكانوا عم يبثون على أساس بأوكرانيا لكن كان في صور وبالأساس بسوريا هي الصور كمان كانت في مكان ما كانوا هون يفبركوها وصلت فيهم إلى صورة الناشطة الفلسطينية تميمة صحيح بعض المشاهد لبعض الأرتال يطلعوا يكتبوا أحياناً بالفوتوشوب يكتبوا عليها حرف Z على أساس أنه روسية وهي بالأليات أوكرانية وفي بعض المشاهد حتى لصور هي تقدمت بدعوة أهل التميمي على خلفية هذا الموضوع حتى في صور للرئيس الأوكراني المهرج هيدا بحكني كثيراً ليه؟ كمان اليوم هو بعد وصوله إلى سدة الرئاسة بقية مهرجاً برأيها؟ طبعاً آخر فيديو أو أنه اليوم يلعب دور الرئيس بمطرح من المشاهد هلا هو عم يلعب دور الرئيس اللي كان بمسلسل خادم الشعب بس لما وصل إلى بعد ونفس الحالة هو بعد ونفكر حاله بالمسلسل وعم يمثل بيطلع فيه مشاهد بالألفين ويعني كانت بالألفين وعشرين عم يزور بعض القطع العسكرية كمان نزلوهم على أساس أنه على الجبهات ولبس لباس العسكري طبما هيدا الأمور أعتقد بأنه أصبحت يعني كتير واضحة وكتير تضعف حتى الحجة التي يحاول من خلالها الأمريكي وغير الأمريكي أنه يستميل الشارع الأوروبي اليوم التركيز هو فقط على الشارع الأوروبي طبعا وهذه الأسئلة اليوم المطروحة يعني حيال هذا الشارع ولكن طيب لما بتقول أنه كأنه عم بتقول أنه يعني كان في شي محضر قبلا وهلأ يتم بس هذه المشاهد ولكن بهذا المعنى يمكن طرح سؤال أنه اليوم اللوات المتحدة الأمريكية ومعها الغرب نجحوا في استدراج بوتين إلى هذه العملية العسكرية طالما وكيف توقع بحتمية دخول بوتين إلى أوكرانيا بهذه الطريقة؟ خليني كمان صلت الضوء على بعض النقاط التي ما بعض إذا بحد أحكي فيها بالمعنى المبسط لأنه دائما المتلقي التعقيدات التي يفوتوا فيها بعض المحللين الاستراتيجيين بتضيعه أولا الترويج اللي صار قبل بداية المعارك الترويج الأمريكي بأنه سيكون هناك غزو روسي سيكون هناك عملية عسكرية لدينا معلومات استخباراتية لدينا ولدينا كان هناك ممارسة حرب نفسية على روسيا لعدم القيام بعملية عسكرية الأمريكي ما بدوا عملية عسكرية هل هدف الردع برأيك كل هذا الدخل اللي كان عم بيسيه؟ طبعا كان الهدف أنه كان في تحذير كتير كبير من تداعيات وتبعات هذه المعركة كان بتوقعاتهم أنه ربما إذا نحن مارسنا هذه الضغوطات الإعلامية والنفسية بالإضافة إلى التحذير من تبعات أي معركة باتجاه أوكرانيا علنا ربما نوقف العمل العسكري الذي كان يخطط له الروسي انطلاقا من المعطيات التي ذكرناها بالبداية من يعتقد وبيكتبو لك أنه جرى الأمريكي روسيا إلى المستنقع الأوكراني برجع بقول أنه فيه خسائر فيه طبعا فيه معركة فيه معركة لكن هل كان خيار العمل العسكري هو خيار روسي مطلق؟ أم أنه استجرار وطورية روسيا في أوكرانيا؟ لا على العكس بالحسابات الاستراتيجية اليوم الخسائر التي طلقاها الأمريكي خسائر جدا كبيرة من الناحية الاستراتيجية صح هو دائما الأمريكي بيسعى أنه يقاتل أولا قاتل في معركة أو في أرض غير أرضه ويقاتل بجنود غير جنوده خصوصا بعد احتلال الأفغانستان واحتلال العراق كل مراكز الدراسات الأمريكية اللي بتزود البانتاجون وغيره وصلوا لقناعة أنه نحن نخوض حروب بيسموها بالجيوش البديلة وننقل المعركة دائما إلى أرض غير أرضنا يعني ما جرى في سوريا ما جرى حتى بعدها في العراق اليوم ما يجري في أوكرانيا اليوم الأمريكي يقاتل بالجيش الأوكراني وبالمرتزق اللي هلأ بلشوا يتوافدون وحد أقل يريد أن يحافظ على شيء من هيبته في نحن تقول اليوم الصراع هو صراع أمريكي روسي على الأدهي واضح هذا الأدهي طبعا طيب وهذا الصراع لورة الأوكراني هو الأمريكي ومن يتحمل مسؤولية هذه المعركة هو الأمريكي اللي ركب له براسل الأوكراني أنه نحن نحميك ونحن معك وبكرة بتصير بالناتو ونعطيك إمكانيات ونزرع منصات صواريخ بعيدة المدى في أوكرانيا هو الأمريكي إذن الأمريكي هو الذي يقود هذه الحرب ولكن بالمرتزقة اللي كانوا إن كانوا للأسف من أهل أوكرانيا أو من الجيش الأوكراني أو هلأ مع فتح باب التطوع مع فتح ما يسمى بباب التطوع بس يحتمل اليوم الأمريكي يعني مثل هذا السيناريو حتى اليوم الرهان على يعني جعل أوكرانيا على غرار المستنقع الأفغاني لروس فيه يقدر يتحمل كلفة هذا الموضوع تحديدا أوروبا اليوم تستطيع تحمل لهذه الكلفة برايك؟ هذه النقطة الأساسية اللي كان عم يحاول الأمريكي يعمل من أجل أن لا تقع يعني هون بأكد كلام اللي أنا عم بحكي بس كيف كان يعمل لأجل أن لا تقع بالوقت اللي هو خنأ روسيا ومترك أمامها أي خيار هو ما توقع أنه الروسي يقوم بهذه العملية ليه؟ لأنه بيعتبر أنه فيه نوع من التوازن الدولي في تلك المنطقة يردع روسيا من حسابات وتداعيات القيامة مثل هذه العملية العسكرية هذه نقطة نقطة تانية التهديدات التي أطلقها الأمريكي خصوصا خلال الأسبوعين اللي سبقوا الحرب كانت واضحة أنه عم يحاول يرعب الروسي قبل أن يقوم بهذه العملية العسكرية أخطأ في حساباته ما توقع أنه يكون فيه عمل عسكري سريع خصوصا في الأيام الأولى يستطيع من خلاله أو استطاع من خلاله الروسي أن يكسر كل الخطوط الدفاعية لأوكرانيا ويشل الكثير من القواعد الصاروخية اللي كانت موجودة لدى أوكرانيا لنصل اليوم إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم مين اللي أحوج إلى أن يكون هناك هدوء في تلك المنطقة؟ أوروبا طبعا أول شغلة أوروبا ثاني شغلة الأمريكي لأنه أمس شو كان عم يحكي الرئيس الأمريكي؟ أنه ما تعانيه أمريكا اليوم من أزمة محروقات وأزمة اقتصادية تحمل مسؤوليتها بوتين يعني تصوري أنت شو هالتصريح العظيم اللي عم يحكي الرئيس الأمريكي الفيديوهات اللي عم تنشر من محطات المحروقات في الولايات المتحدة الأمريكية والناس اللي عم تبكي هذا ينذر بأن الولايات المتحدة الأمريكية أمام كارفة إذا استمرت الأمور بهذا الشكل اعتقدت الولايات المتحدة الأمريكية بأنه من خلال فرض عقوبات يعني اقتصادية على روسيا محاصرتها اقتصاديا أنه هذا الأمر ربما يكون سبب في ردع الروسي من القيام بالعمل العسكري ويكون له التأثير الإيجابي حد أقل على الساحة الأوروبية يعني أنت لن تستطيع اليوم لا أمريكا ولا مع أوروبا تحمل تبعات هيدا الحرب العقوبات والحرب الاقتصادية الدليل أكثر غير الدليل اللي حكينا يعني غير الحقائق اللي عم نحكي فيها هل هناك إجماع أوروبي اليوم؟ ما هذا سؤال لأنه اليوم وين تبعهم بيان؟ لا فيه إجماع أوروبي على قطع إذا بدك كامل العلاقات الاقتصادية مع روسيا خصوصا فيما له علاقة بالغاز هذا فشل أمريكا هذا يعتبر فشل أمريكا حتى على الصعيد إذا بدك انبعد شوي حتى على الصعيد العربي يعني الدول التي تعتبر كذلك مؤثرة في المنظومة النفطية أكا نحكي عن المملكة العربية السعودية عن الإمارات اللي اتنينتهم ما ردوا على اتصالات بايدن وعن نحكي عن قطر اللي يعني يعتمد على دولة هل هناك إجماع كمان اليوم من قبل هذه الدول حتى من منظمة أوروبي كلا إنه يعني يروحوا مية بالمية مع السياسة الأمريكية الوحيدين اللي راحوا مع السياسة الأمريكية هني لبنان يعني زياد كان ملوكي أكتر من الملك بالوقت الإسرائيلي كمان يعني كان محرش بهذا الإسرائيلي حتى الآن في تباين بينه بين الأمريكي وعنده حرش كبير وحتى خلاف إذا بدك في مكان ما وعتب أمريكي على الإسرائيلي وواقع بين نارين يعني هو بيعرف خطورة عدم وقوفه إلى جانب أمريكا لأنه كمان النظام الأوكراني هو كان نظام أقرب إلى الإسرائيلي وخصوصا الرئيس الإسرائيلي الأوكراني هو يهودي له الكثير من العلاق رغم ذلك بيعتبر أنه هذه المعركة جزء من تواجده بتلك المنطقة ضرب فريم ورجع صار عم يعمل عملية تواجده لأنه في المقابل كمان علاقته مع روسيا هنا تقرقه خلينا نقول وقد نكون أمام ميادين أخرى يستطيع روسيا يعني الرد من خلالها لأنه فيه حسابات تتغير فيه الكثير من المواقع الجغرافية القريبة من كيان الاحترال الإسرائيلي يعني نعم تقول متداخل المقصود أنه راح رغم أنه هذا كيان ورغم أنه لقيت ولكن راح بحث عن مصلحته وعن مصلحته حط إذا بدك مثل ما نقول نحن بالعامية أجر بالفلاحة وأجر بالبورة يعني أجر عند الأمريكي وأجر عند الروسي لكننا ما عملنا مصلحتنا كلبنان الرسمي لنروح إلى إصدار مثل هذا البيان أنه اتلاقاً المبادئ الأساسية التي يعني يؤمن بها لبنان وهو ضد الحروب بالمطلقة هل فينا نقول أننا ضد الحروب ولكن ندعو إلى إلى مثل ما بيقولوا هذه المصطلح تحكيم لغة العقل وعدم التصويت في مجلس الأمن ويعني بالأمم المتحدة كان فيه مئة ألف طريقة ما نزعل ما نزعل الروسي ونظل هيك مرتبين الأجواء مع الأمريكي مع شياء طب ليه؟ ليه؟ يعني رحنا إلى زبادك يعني مع العلم أنه يعني طلعي أنه الدول اللي هي جزء من هذه المعركة واللي أقرب إلى تلك المنطقة واللي هي على تناهم كل مع الولايات المتحدة الأمريكية وفيه تبادل مشترك لحد الآن ما حددت موقفها بالموقف المطلق لكانت ألمانيا وغير ألمانيا لكانت فرنسا لكانت محسن بالموقف يعني حتى ماكرون يوم بعد يوم بيتطمن على الرئيس الروسي ولو ما فيه موضوع بيتصلوا مع بعضهم يعني بيحكي يعني بس من باب الوصول إلى حلول يعني هون لا مش باب الوصول مش فقط طب ما أوروبا لما تضيب موازنة العسكرية اليوم للمرة الأولى الاتحاد الأوروبي بروح إلى زيادة هذه الموازنة بس أصدقاني أنه مش فقط من باب أنه والله عم بتتصل لحتى أنه أطرح مبادرات أنه نحن ولو في مكان ما بعض المواقف مكانة واضحة ولكن نحن قنواتنا مع الروس مفتوحة هكذا بتشتغل الدول اللي حد أقل بيحافظ على بيعمل توازن فكيف إذا لبنان اللي هو يعني عمليا خليني يكون واقعي من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية هلأ شو بد من الناحية العسكرية لأنه المقاومة موجودة والجيش اللبناني ولكن من النواحي اللي عم بيحكي عنها في أضعف حالاته لبنان اليوم اقتصاديا في أضعف حالاته بلك كرمال هيك عم تقول هيك تشتغل الدول بلك لبنان يعني لا ينظر إلى نفسه على أنه دولة هلأ هك ما بعرف إذا مشكلة هكذا بصير في عنا مشكلة بالمعنى بالمعنى النفسي عن بعض الوزراء اللي هني بيضيعوا في أي معتراك وفي أي محك فما بيعدوا يعرفوا صوابية نحن تخفف شوي يعني من الخلفية التي حكمت صدور هذا البيان يعني هي موضوع نفسي وتأثر أم هو موضوع أبعد من ذلك وبالتالي كمان شو الثمن اللي يعني يحصل عليه لبنان ما في سمن من خلال هذا التموضوع ما في سمن معقول بدون أي ثمن شو سمن يعني ملاش معطي الموقف خليجي نحسبها هلأ مثل ما بيقولوا بالألم والورقة وقت الواحد بيقض المعاش بيقض بصني سجل بالألم والورقة هلأ ما في خلاص هلأ ما في معاشات بيجي بيحسبها عم يحسبها بالألم والورقة شو نحن استفدنا من أنه خلينا الروس يكون يعني خصر عمليا نحن نحن تموضعنا إلى جانب أوكرانيا هلأ في قوى بقلب لبنان علاقات السياسية مع روسيا جيدة هيده ربما يتم ترطيب الأجواء في مراحل ما بعد الحرب هيدا بحف أخر هون عم الراهن هكي كنا يعني عم نقول يالله هلأ من نصدر البيان وبعدين في قوى قد تستطيع ترطيب هذا الأجواء هن دائما هكي يعني بيحاولون لكن حتى تبرير إصدار البيان كان أسوأ من البيان لي صار في تبرير؟ حاولوا يبارب صار في توضيح مش توضيح يعني إذا بدنا نقول توضيح هنا أول شيء قالنا وزير الخارجي أنه أنا أصدرت هذا البيان وأنا لابس درع وأنا أوسوأ ما بكون علي بعدين طلع مقابلة بمقالي صحفي قال أنه هيدا موقف لبنان الرسمي وهو صار بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة وأبعد من ذلك وقال بأنه بعد صدور البيان صار في اتصال من قبل فخامة الرئيس هنأوا فيه على هذا البيان وصولا إلى خطاب السيد نصر الله الأخير ولي كان واضح وقال أنه هذا البيان كتب بالسفارة الأمريكية يعني فيه أكتر من هاك وضوح كيف نقدر نقرأ ونفهم بمعنى أنه في من أملأ على اللبنانيين أن يصدروا مش على اللبنانيين على الدولة اللبنانية أن تصدر هذا البيان هلأ شو عادتون شيء ما بعرف شيء من السفيرة الأمريكية تملي على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية أملأ بيان بدي أسألك سؤال كمان حتى نكون هاك يعني ولا كأنه عم استغرب يعني هي كأنه أول مرة شو عم تقول اللبنان الرسمي يعني عم تحكي عن حكومة عم تحكي عن رئيس الجمهورية أنه يعني أول مرة بتسرح وبتمرح السفيرة الأمريكية بمؤسسات اللبنانية أو بالوزرات أو تملي على وزير أو تملي على أول مرة بنسمع خطاب على السقف من الأمين العام لحزب الله يعني بقول فيه بهذا الوضوح خلينا نقول لا لا حتى قبله خطاب كان عم بيحذر من الكثير من الأمور التي تقوم بها السفيرة الأمريكية وقبله كان فيه حديث عن الضغوطات التي تمارس من السفيرة الأمريكية إن كان بملف العلاقات مع سوريا إن كان بالكثير من الملفات حتى إذا بدك اللي هي فهمت أنه هو تصويب على الجيش اللبناني هو بالعكس ما كان فيه حينها أنا ما عم برر بالقيادة الحزب اللهي وقت بدأت تحكي هي بتحكي عن هذا الموضوع بس أنا عم بحكي بالمعلومات هلأ عن التحليلات راحت إلى أنه فهل أنا عم بحكي هلأ بالمعلومات وقت اللي حكي سمحت السيد عن موضوع وجود شيء بقيادة الجيش أو على القطاع العسكرية وما شيء بذلك ما كان المقصود أنه تصويب على الجيش أو على قائد الجيش لا على العكس كان عم يقول أنه هاي دي عم بتحاول تستغل ما يعانيه الجيش أو ما يعانيه لبنان وبالأساس هي الجزء الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية من العقوبات الاقتصادية وما قالت إليه الأمور اقتصادية على الساحة اللبنانية أنه هاي دي شو عم يظل ياخدها لهون و لهون التفتوا لهذا الموضوع هلأ البعض أخذوا أنه التصويب على الجيش لا وبعض آخر كمان قال أنه بهذه الجزئية تحديدا كان عم يبعد برسالة محددة إذا كان فيه يوم نوع من دعم أمريكي لإيصال قائد الجيش إلى سدة الرئاسة آخر شيء مش بس بقرار أمريكي هذا يحتاج إلى توافق مع أفريقاء في الداخل وتحديدا مع حزب الله توافق على هذه القراءة؟ بدي أحكيكي شغلة ومعلومات كمان يعني بتمنى كمان ما تفهم بطريقة أنه أنا عم برر أو عم بحكي شيء معين الجو حتى عند قائد الجيش الجو عند قائد الجيش هو يفهم ويدرك ويعرف إذا كان هو عم يفكر أنه في يوم من الأيام هو مرشح لرئاسة الجمهورية مع العلم أنه كمان أجوائه حتى الآن بيقول أنه أنا مش بصدد بهذا الموضوع لكن إذا كان بصدد أو في مرحلة ما بيفكر بهذا يدرك قائد الجيش بأن هناك توازنات شيء دولي وشيء داخلي بإيصار الرئيس الجمهورية إلى كورسور بيأس كما هي العادة دائما كما هي العادة يدرك هذا الأمر لذلك أوصاته هي بتأكد أنه هو ليس أمريكيا ولا يسعى لأن يكون أمريكيا ولكن في معاناة بعانيها الجيش اللبناني تعتبر قيادة الجيش أنه هناك مساعدات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية هناك استغلال للواقع الاقتصادي الذي يعانيه لبنان وهناك بعض المساعدات التي قدمت إن كانت نقضية أو بعض المعونات الاقتصادية يحملوا عبء هذه المساعدات لقائد الجيش بمعنى باتهامه؟ أول شغلي باتهامه تاني شغلي ما عنده خيارات يعني قائد الجيش هلا ما بدي كمان أن يقعد دافع عن قائد الجيش وغيره لأنه ما بتعرف بأي لحظة كمان عندهم مواقف تستغر به ولكن كمؤسسة عسكرية توضع المؤسسة العسكرية للأسف بسبب سياسات القيادة اللبنانية بسبب ديبلوماسية التسول اليوم الحاصلة للأسف بيحطوهم بمكان بصيروا يعني بدون يأمنوا ولا وقوة اليوم للعسكر طيب هذا العسكر المشروع على الطرقات مبارح ست أو سبع عسكر كانوا على الأنين بالتلج بجرود الهرميل ضلوا خمس ست ساعات ما في حدا وطالعين بفان طيب هذا عسكري طالع على خدمته لازم يكون في قائلية عسكرية لازم يكون في حضي وسط يكون محتضا على الأقل حد أقل لحتى طلعوا الصليب الأحمر بالهرميل طلعوا على المناطق الجرودية اللي منحيي كل المؤسسات الإنسانية طلعوا لحتى خمس ست ساعات لحتى قدروا وصلونهم ونزلوهم وقالوا كانوا ماتوا يعني عم نحكي عن أي واقع وهذا عسكري طالع على خدمته طيب كيف بدون يؤمن قوة اليوم لعياله كيف بدون يؤمن بمنطقة البعاء الغيرة يعني بتقول مفهوم اليوم هذه العلاقة التي طرب بقيادة الجيش المشكلة بالمسؤولين اللبنانيين إنه واضعين كل هالبيضات بسلة الأمريكي وبيجوا بدون يحملوا مسؤولية القيادة العسكرية حد الله كل هذه الموجودة كلها بالسلة الأمريكية أم أنه لا رايحين إلى يعني اليوم تموضعات جديدة ما دالما نبحث عن تموضعات جديدة ونستغل ونستفيد من كل العروضات التي قدمت خلال الفترة السابقة وحد أقل في هذه المعنى كأن نكون قريبين من كل القوى العالمية رحنا كمان رجعنا وضعنا السلات البيضات أكتر بسلات الأمريكي ننسينا يعني النائب النفس والحياد وكل هذه الشعارات اللي كانت عم يعني يتم منادات فيها ويتم الحديث عنها هذا اللي كان ملفت أنه بالفترات اللي كان لازم ياخد موقف لبنان لأنه كمان يعني ما لش بأزم بالحرب ضد سوريا ما كان مهدد الأمن القومي اللبناني ما بعدنا عام نعاني وهلا إذا بحكيكي بالأرقام ما له علاقة بالشبكات الإسرائيلية ما له علاقة بالإرهابيين التي تم اعتقالهم في الفترة الأخيرة ندرك خطورة المرحلة اللي عم مر فيها وقداش مخروقين وقداش رجع كتير عم يتحرك الإرهاب من جديد وقد تلحكينا بإحدى الحلقات حتى كنت معك البعض في بعض المناطق زعل منا وصار يبعاتلنا رسائن ولا شداء يا أخي ولا ما عم بحكي عم منطقة معينة اليوم في شبكات إرهاب بمنطقة البقاع صار أكتر من أي مناطق أخرى واعتقل خلال الأسبوعين الماضيين عدد من الإرهابيين كانوا عم يخططوا لكثير من الله أعلم للتحديل لعمليات اليوم رهبية في الداخل اللبناني لا أعطي معلومات مهمة جدا أريد أن أطلع بفاصل لكي نفصل فيهم بشكل واضح خصوصا أنه بعد الكشف نخلينا بعد الفاصل نخلينا بعد الفاصل نخلينا بعد الفاصل مشاهدين الكرام نتابع السياسة اليوم وضيف الكاتب السياسي والإعلامي الأستاذ سينا مرتضى وكنت بلشت عم تكشف عن معلومات حول اليوم خلايا يتم القبض عليها وعم تحكي عن منطقة البقاع خصوصا بعد ما كشفته أيضا المعلومات الأمنية عن اتجاه كان للتحضير كمان عمليات إرهابية ضد مساجد في الضاحية والأزاعي ماذا في المعطيات؟ شوف هذا الموضوع كمان كتير مهم وخطير قبل عدة أشهر كمان بعتقد يمكن كنت إما على الانبئين أو بقناة أخرى تحدثت عن موضوع أنه فيه حتى قبل ما يحكي سمحت السيد عن أنصارية ناين لمحت لبعض ما يخطط له الإسرائيلي بالمعلومات وقتها كان فيه سعي لاغتيال أحد الشخصيات أحد الشخصيات في المقاومة؟ مثلا ووقتها صار فيه نوع من البلبلة أنه كيف هذا الأمر هلأ سمحت السيد حكي بعض الحقائق لجزء منها حكيهون طبعا ما لدى المقاومة الكثير من المعلومات في هذا السياق اليوم بدأت تتكشف أكثر عم يشتغل الإسرائيلي على محورين محور الأمن العسكري المحور الأمن اللي يقلوا عليها بالخلايا اللي يتزامن حاليا مع المناورات التي يقيمها الإسرائيلي هون نحن استراتيجيا بدنا نربط بشغلة الإسرائيلي عادة وقتل بيكثف من عملائه وتحديدا بيصير يركز أكثر على أماكن هذا يعني بأنه أكثر عم يخطط للقيام بعمليات محدودة عسكرية ربما تكون مثلا ضربات عسكرية معينة ربما تكون عمل يتوقع أن يعني يجر الأمور إلى عمل عسكري ورد من المقاومة لذلك يقابله بمناورات عسكرية عم بحكيك استراتيجيا يعني وهذا يؤكد هذه المعلومات كثافة العملاء 17 شركة التجسس وبعدها وهلأ بحكيك الشغلة مش كتير تسلط عليها ضوء مع أنه هي كتير مثل ما بيقولوا كنز كنز بالمعنى السلبي مش من المعنى الإيجاب كثف حركة العملاء هو عنده مشكلة بذات المعلومات بعد حرب تموز ما عد عنده كتير داتا معلومات عن مراكز عن مواقع عن تحركات اختلفت نمطية إذا بدك تسميها نمطية مع أنه بالتكتيك الأمني العسكري المقاومي دائما بتغير لكن اختلفت إلى حد ما بعد حرب تموز حركة قادة المقاومة وتكتيكات المواقع والمراكز التي يتواجد فيها المقاومون وحتى ما له علاقة بمنظومة الصواريخ التي يستخدمها أو تستخدمها المقاومة وتستعد من خلالها لخوض أي معركة في المرحلة القادمة فهو حتى يقوم بعمل عسكري محدود يستغل فيه أي تطورات دولية التي يوصلها يعني هو كان مثلا يخطط إذا صار فيه معركة باتجاه الأمريكي إذا قدرنا ورطناه باتجاه معركة ضد إيران بده يستغل هذا الأمر للقيام بعمل عسكري محدود في لبنان لحتى يشل كل قدرات محور المقاومة بنفس اللحظة فهو كان عم يستعد لهذا الأمر حتى يستعد عسكرياً بده يكون عنده داتا معلومات كفف خلال السنوات الأخيرة خلينا نقول خصوصاً بالثلاث سنوات وأربع سنوات الأخيرة كفف من عملية تجنيد أو محاولة تجنيد عملاء على الساحة اللبنانية لتزويده بداتا معلومات تكون بنك أهداف في أي غارات أو في أي عملية عسكرية يقوم بها في المرحلة القادمة يوازيها بالمقابل تكثيف المناورات التي يقوم بها الإسرائيلي وإذا بنرجع بالثلاث سنين أو أربع سنين الماضي كم مناورة صار عملوا حالياً اليوم حالياً الآن هناك مناورات عسكرية يقيمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لها علاقة بالفرق البرية ولها علاقة باستخدام تكتيكات مرتبطة بمواجهة بري يعني حد أقل ولا محدود أو مواجهة بري يعني صد هو الإسرائيلي ما عاد يعتمد أو ما عاد يفكر كتير بموضوع الاشتياح البري هو صار الهاجس عنده صد الاشتياح البري يعني اليوم بالمعلوم صارت القصة المعادلة وكتير مهمة هذا مصطلح كتير مهم المعادلة لدى الإسرائيلي أصبحت على الصعيد البري أنا ما عم بيحكي أني قصف بيقصوف طائرات بيستخدم صواريخ بعيدة المدى بيستخدم عم بيحكي على الصعيد البري تحديدا الإسرائيلي ما يعمل عليه حاليا هو صد الاشتياح البري وتعزيز قدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لصد أي اشتياح بري تقوم به المقاومة خصوصا أن هذه المقاومة قد أشارت وهددت وتحدثت أكثر من مرة عن أنه في أي حرب قادمة في المرحلة القادمة لن تقف عند الحدود مع فلسطين المحتلة بل سيكون هناك اشتياح إلى عمق هذه المستوطنات ومنها الجليل وغير الجليل يعني صار عنده يقين الإسرائيلي بأنه واضح هيكون في تواجد للمقاومة ليش على الحدود بالقناعة على الأرض اللبنانية لا ولو ما صرح بهذا الأمر بقناعته بعقله الباطني بكل مراكز دراساته الأمنية والعسكرية يدرك الإسرائيلي أنه في أي حرب قادمة هناك اشتياح بري من قبل عناصر المقاومة لجزء من فلسطين المحتلة يعني من الناحية البرية مثل حضرتك عم تقول كل المناورات هي لصد الهجوم وليس العكس طيب هلأ هو عم يعمل هذه المناورات وبالمقابل عنده مناورات من العملاء اللي عم بحاول يجمع هذه الداتا اللي تكثفت خلال الفترة هون خليني مرأ كمان شغلي كمان يعني دائما بيقولون مستخدم مصطلحة بالمعلومات ندورنا عشان مصطلح آخر هلوه ليه هيدا هو المطلوب اليوم الإسرائيلي عم يعمل مناورات عسكرية سيفاجأ خلال الفترة القادمة كمان المقاومة ستجري عدد من المناورات شبيهة بعمليات اقتحام بعض المناطق والمستوطنات داخل فلسطين المحتلة هلأ إن شاء الله ما يزعلوا مني الشباب ما بعني إذا بدون يعلنوا عنها يعني بالإعلان العسكري كعسكر ولكن جرت مناورة خلال الأشهر الماضية سرب منها جزء له علاقة بالفيديو تبعا الفلوج وفي الفترة القادمة كمان ومش بعيدة رح يكون في مناورات ضخمة تجريها المقاومة لمحاكاة أي عملية اجتياح من قبل المقاومة لداخل فلسطين المحتلة في أكثر من هكوضوح نعم تحكي عن نقل نوعي طبعا بطبيعة المناورات القائمة وهيدي تكون وهيدي تكون للمرة الأولى بالمعنى بالمعنى الكبير بالمعنى الكبير يعني أنه تكون مناورة كبيرة على أكثر من محور مش بالضرورة تعلن كيف على أكثر من محور؟ يعني نحن عنا جبهات يعني أنت مثلا عندك لا نقول جبهة بالبقاء الغربي عندك جبهة بالجنوب عندك جبهة الجنوب كذا مربع يعني يعني بس بعدنا ضمن البقاء الجغرافية اللبنانية ما حكيت عني خارج الحدود هن بيعملوا مناورات بيعلنوا عنها خارج الحدود ما بيعتقد المقاومة بصدد أنه تعلن شيء خارج حدودها الجغرافية عم بحكي داخل الحدود الجغرافية هذه الحدود ربما تكون يعني مناورة واسعة بأكثر من محور وللمرة الأولى بهذه الكثافة النارية اللي فيها عمليات اقتحام أكثر إلى داخل عمق فلسطين المحتلة هذه دليل على أنه أفشلنا لكم مش مية بالمية كمان حتى لأنه فيه شبكة عملاء حتى الآن ما حدا بيعرفهم بعض فيه عملاء ما حدا بيعرف لأنه بعده العمل حتيت لكشف ما فيه عملاء الآن موجودين ما نحكي عن شي ضخم يعني ايه هلأ فيه عملاء موجودين معتقلين لدى القوى الأمنية أخدوا منهم جزء من المعلومات وفيه جزء كتير كبير بعد ما أخدوه لتطول ما هلأ هو كمان إذا كان عميل متمرس يعني إله بيعط طويل إيه إله مشارك وكبير وهايك صار عنده خبرة صعب عملية التحقيق معه بتكون أصعب ما هو مدرب لعدم الإفشاء يعني وعدم عطاء هذه المعلومات وفيه أنت أحيانا بتحاول تعملي تقاطع بالمعلومات لتجمعي معلومات عن هذا العميل خلال فترة وخصوصا إذا بيكون إله يعني عم نحكي في عملاء مثلا في أحد العملاء اليوم أقلها شيء فينا نحكي بالعشرين سنة يعني عم تحكي عن شبكات إذا بدك متعصلة يعني بهذا المعنى مش بس هاودي اللي تم عن مدى زمني طويل نسبيا مش بس هاودي العملاء اللي تم الحديث عنهم مؤخرا ربما كانوا واحد قلوا ستة شهور واحد عشرة شهور واحد سنة واحد عم يصور واحد لا عم بحكيكي عن بعض العملاء اللي موجودين لدى القوى الأمنية بسنوات طب أنا خلال هذه العشرين سنة لحتى إجي كجهاز أمني إجمع له حركته كيف كانت حركته كيف كانت عمليات سفره علاقاته هل كان يسافر بجواز سفره الحقيقي أو أنه مثلا يطلع على دولة معينة معينة لوارراح ما بعرف فهذا يستغرق الكثير من الوقت لحتى أن يجيب حقائق وواجهه فيها للعميل لهذه الحقائق حتى يبلش يعترف ما هو يمكن يعترف أنه مثلا جبت مثل ما بيقوله كبات هالماء بس ما هو بالأساس جاب كبات الماء بس في شي غيره علاقة بكيف وشو شارك هود إذا ما كان عندي معلومات واجهه فيها للعميل ما رح يعترف وخصوصا إذا كان عميل مدرب بس هيدا بفرجينا عشو على خارق يعني خارق لصالح إسرائيل بإذا كنز عن عملا هالقد فيه كنز كبير جدا بدي هيدا الكنز عند الأمن العام عند الأمن العام هناك كنز كبير عبارة عن ما هذا هن يطلعوا يحكوا عنه لأ بس هكي أنت عم تعطينا تلميح يعني عن كنز لا أم بحكيك إما هلا تربطي بالحكي اللي حكيته بيطلع معيك العميل اللي إلو عشرين ثلاثين سنة عميل بس لما منقول كنز يعني إلو مكانة إلو وقع إلو ارتباط إلو فيه يمكن يكون شخصية معروفة لا مش معروفة بالمعنى يعني إنه والله شخصية سياسية أو إعلامية أو شئ لا أم بحيان أو أمنية أو كل الأسئلة تطرح شخص كنز بالمعنى المشاركات اللي شارك فيها بعمليات وخدمات لكيان الاحتلال الإسرائيلي وربما تتكشف حقائق لها علاقة باغتيال بعض قادة المقاومة بالفترات اللي بعد الألفين يعني كمانه كان على صلة بهذه العمليات الأمية التي حصلت للإسرائيلات أو قد يكون رجل أعمال مثلاً؟ ممكن ممكن وممكن يكون إلو بعض الأنشطة التجارية أو كهيك شيء كرجل أعمال بإحدى الدول العربية إحدى الدول العربية بس ما جند بهذه الدولة العربية جند قبل وهو جند وقت اللي كان بلبنان وبعدين صار يمارس أعماله وتجاراته بباناما مثلاً بعدين تم أخذه إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي خضع للكثير من الدورات كان يمكن الوحيد إذا بدنا نحكي بالعملاء اللي هلأ تم الكشف عنه اللي فيه صلة وصل بينه مباشرة بينه وبين الإسرائيلي كانت سابقة يعني عم نحكي عن صيد تامين جداً بهذا المعنى وهو موجود عند الأمن العام هلأ الأمن العام بحب يحكي عن تفاصيل عنه لا هيك شوية تسريبات إذا واحد يرجع هيك يربطها ببعض بيوصل يمكن شوية إلى تكوين ما هو حتى إذا بعضهم عم يجمعوا له ملفه أكثر ولكن لاش أنا عم هلأ بيجي بيقول لك حدا إنه طيب إذا كان بعضهم ما نجمع ملفه ليعم لاش عم تحكوا سأقول لك لاش كمان حتى هايك ما يجي حدا يقولنا يا عم أنتو عم تكشفوا أسرار أحيانا كشف المعلومة بيكون فيه هدف الهدف باتجاه أول شغلة هذا العميل وقت اللقط وغاب فترة زمنية مثلا عن السمع يعني الإسرائيلي عرف إنه هذا ممسوك إذا ما عطي عم تكش فيه سر بالنسبة للإسرائيلي خلص عرف والإسرائيلي مثل ما عنده هايدي الشبكات من خلال بعض المعطيات بقاطعة بيعرف إنه عميله الفلانة قد تم اعتقاله فبيحرق كل شيء له علاقة أو صلة فيه يصبح ينتظر نتائج التحقيقات هذا جانب فهون نحن نقول للإسرائيلي إنه إذا أنت عرفت إنه كدولة لبنانية أو كأجهزة أمنية أو كأمن مقاومة مما شبه ذلك هو بيعرف إنه معتقل لدى عميلك عندنا ويعرف هو لكن المؤسف اللي بدي أحكي فيه والهدف من تحت تسريب هايدي المعلومة إنه بعض الشخصيات اللبنانية راحت صارت الطالب فيه بصير فيه ضغوطات لا الإفراج عنه حتى ما كتير عبكرة تقولوا إنه عمن يلا بدنا نطالب فيه وبعد ما تصيروا بدكم تطالبوا فيه وتعاملوا لي قضية رأي عام وتقولوا بس إن عم بيطالبوا فيه بيعرفوا الخلفية ما بعرف هو عميل لصالح العدو الإسرائيلي ولا عم بيطالبوا فيه يعني من أجل خلفية أخرى بدي أقول لك شغلة ومعلش لو استطرد أحياناً بيجي بعض الأشخاص بيقع بمشكلة أو أقاربه أو حدا هلأ ما عمقول إنه يعني بيتمنى أخدم كل الناس بيمكن في مكان ما بيتصلوا إنه إذا بتعرف النفلين أول شغلة بيعملها أول شغلة بيسأل لأهلية هذا الشخص إنه هذا الشخص ليش مثلا تم توقيفه لنقول عند الجيش اللبناني أو ليش تم توقيفه عند الأمن العام مثلا بياخد منهم برجع إذا فعلاً قدرت أوصل للمكان اللي معتقل فيه أو ممسوك بيسأل الجهات المعنية يا جمعة هيدا الشخص عندكم شو عليا مجرد ما يقولوا فيه قصة مثلاً لنقول إلي علاقة بالعمالة أو إلي علاقة بالمخدرات أو إلي علاقة بالصريقات أو إلي علاقة من قصص اللي ما بتشرف إنه فيه تفوت فيها الواحد بقولوا إن السلام عليكم ببتصل بأهليته هيدا ابنكم واحد اثناء ثلاثة أنا بعتزر طيب أنت يا شو بنا نسميه يا شخصية لبناني يا أيتها الشخصية يا أيتها الشخصية قبل ما تروحوا تطالب فيه وتبلش تضغط يا أخي اتصل المستوى اللي أنت فيه بيخولك تواصل مباشرة لنقول مع إن كان إذا عند الجيش فيك تتصل مباشرة مع قائد الجيش ببالشو يحطوا من باب إنساني ببالشو يسربوا أحيانا بعد شواء إذا لقوا الأمور ماشية مثل ما بدهم بيطلعوا على المنابر وبصيروا يطالبوا فيه بالأسم بس أنت كأنك مستغرب إنه عم بصير فيه مثل هذه نوع من الضغوطات لا لا بالعكس في عنا عملة مرشحين للانتخابات النيابية لا 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 بس أنه يعني فيه جرأة أن نصل إلى هذه الدرجة كمان هذه معلومة خلاص شلنا ايه خلاص ثانين هيك هنسمع يعني ما حيكون اسمه موجود الأصدي بالمعنى لش مني مستغرب بس عم بحكي استباقا لأنه دائما كنا إذا قيل عن فلان الفلاني بالإعلام بعدين نحنا كنا نجي قول ما هذا عميل لا هلأ خلينا نقول أنه فيه عملة معتقلين ما حدا يتجرأ ويطالب فيه يعني نقول فيه صيد تمين لدى اليوم الأمن العام يعني مشكلة على علاقة مباشرة بالعدو الإسرائيلي عميل لدى العدو مشكلة كمان جزء مشكلة رئيس المحكمة العسكرية السابق شو كان اسمه العميد مونيرو شحيد كمان ما يزعل منه العميد مونيرو مشكلة مثلا من المشاكل اللي كان عم بيعاني منها الواسطات اللي كانت تجري بسبب الأحكام اللي صدرت بحق الكثير من العملاء الإسرائيليين أو العملاء اللي كانوا عم يتعاملوا مع كيانا حتلي هذا جزء هذا جزء هذا جزء هذا جزء هذا جزء يعني نحن اليوم العمالي وجهة مضار هذا الاستخفاف بالبعاطل مع العملاء هذا أصبع مشكلة بالبني السياسي القائمة في النظام اللبناني لأنه العميل صار بيفوت شهر أو شهران وبيطلع وإخر شيء من عمله احتفال واستقباله كان هناك استسهال لذلك المطلوب التشديد في الأحكام وعدم قبول التدخل السياسي حتى في بعض المطارح يعني أنت عم تخلي في بعض المطارح السفيرة الأمريكية بالأسم أو بتبعت حدا بتتدخل ببعض الأشخاص طب نحن ما تعوقنا برأيك لنبلش نطالب بأنه يكون أكثر إذا بدك حسما بالتعاطي مع هذه المسائل الوطنية واللي إليها علاقة بالأمن الوطني والأمن القومي طب ما نحن رحنا عمر الفخوري فوّدناه ودهرناه معرفنا كيف يا أستاذ عساني يعني لما استسهلنا بالتعاطي مع هذا الأمر طب هدا مش جزء من الممارسات التي تمارسها شيئة وغير شيئة طب هناك من لا يريد إطلاق الصفة عليهم على أنهم عملاء ينظر إليهم على أنهم شو مبعدون بالتالي عليهم مظلمين نحن أنه الظروف وصلتهم أنه الظروف الاجتماعية أو الظروف الجغرافية فرضت عليهم أنه يتعاملوا مع كيانة التحليقات طب هدا شو؟ نحن بشكلتنا عاطفيين أنه بعد الألفين والتعامل مع العملاء نحن لم يدعو أنه لقتل العملاء بالمعنى بالقتل العشوائي أنه بعد العام ألفين لا لكن لمحاكمة ومحاكمة تقول نحن قلنا أو المقاومة ليس أنا أعوز بلا أمك أنه المقاومة قالت أنه هؤدي عملاء خدوهن استلموهن خلي القضاء اللبناني لكن ليس يأتي القضاء اللبناني في بعض الأماكن منعرفهم لكم شهر مدين ما يطلع ضعيف بيطلع ناصح وآخر شيء منطلعه وأنه ما تأخذونا هذا الظلمي ما كان عارفين أنه يتعاملوا ماذا كان عارفين؟ هلأ هناك أحد يعترف أنه أنا جنت وعم صور وأخذوني الإسرائيلية واختبروني أكثر من مرة وعنده علاقات واسعة في الداخل وقدر يوصل إلى مراكز هلأ قداش كان قداش وصل وصور بعض الأماكن وقداش يعني معترف به حتى الآن مع بكرة هذا أنا كيف بدي أحكم عليه سنة أو سنتين يجوز الحكم عليه سنة أو سنتين بالوقت له إلوه عشرين وثلاثين سنة جنت لدى هذا هذا عم يعطي إذا بدك مسوّغ للكثير من الأشخاص الآخرين لأنه والله بيختلف معك بزنوبة معينة بالداخل اللبناني بيقول أني لحتى أنت إم من صفا أو كذا بروح من سوسن بروح بدي أتعامل مع الإسرائيل أو في ظل الواقع اليوم الاقتصاد المترجمي أو في ظل الواقع الاقتصاد المترجمي أو في ظل الواقع الاقتصاد المترجمي لا أحد أعلن وقال أنا كرهن بحزب الله بروح أتعامل مع الإسرائيل يعني عنده أسباب ودوافع بهذا التجاري هذا أسباب ودوافع الخياني هذا جزء بس بلشنا عم أحكي عن مجاشف معلومات أستاذ حسين فيما يتعلق بموضوع لا لا غير الصيد السامين يعني اللي هو أكيد مرتبط بالموضوع الإرهابي تحديدا هلأ أنا أكفي لك كنت قريبا الحديث لأنه أنا ما أفرق بينه تزامن هؤلاء الثلاث قضايا اللي عم بحكي عنهون العمالة الإسرائيلية إعادة تنشيط الإرهابيين والخلايا نسميها النائمة في لبنان لأنه كان في شيء عم يحضر والإسرائيلي يمكن يحطوا بخانة الإرهاب وهو يكون الإسرائيلي نفسه بالتزامن مع المناورات العسكرية اللي حكينا هؤلاء الثلاثة الأمن يخدم العسكر دائما ليس العسكر يخدم الأمن فعادة وقت يبدأ أكشف وكثير بكثافة معلومات أمنية من عملاء لأحداث لاعتقالات هذا يعني أن هناك شيء ما يحضر له علاقة بخدمة العسكر يعني بمعنى في عملية عسكرية تحضر هلأ بتكون مرات عملية عسكرية محدودة عملية قصف عملية اختيال كوماندوس وأكثر من ذلك الإسرائيلي بالفترة الأخيرة حدد إحدى الشخصيات اللي كان ناوي أنه يختالها ولي هي؟ ما بعرف مين ما بتقول هو الإسرائيلي حدد يعني هو حدد وكانت هذه المعلومات لدى المقاومة يعني أحد قادة المقاومة شبيهة بالأنصارية ما عندنا مشكلة يعني بناء على ما كشف من معلومات ومعطيات تؤكد أنه الإسرائيلي عم بيجمع هذه الداتا اللي حضرتك حكيت عنها تحضيراً لعمل ما قد يكون تحت طبعاً العنوان العسكري اغتيال خاصية تزامن هذا الأمر بدأت ترويج إعلامياً عن كشف الكثير من عمليات التجنيد للإرهابيين واللي جرى هو بفعلاً خلال الفترة الماضية تم إعادة تفعيل أكثر هي ما وقفت شوف عملية التجنيد الإرهابيين ما وقفت وعملية وجود عدد من الإرهابيين في لبنان كمان ما وقفت كان هناك نشاط عند هذه الخلايا نشاط تم تكثيفهم وبدأ يتم إعادة تجنيد بعض اللبنانيين للقتال في العراق ليس الهدف في العراق في العراق كمقاتلين ليس بحاجة إلى 37 واحد لبناني أو غير ذلك كان الهدف تحضير هؤلاء لإعادتهم إلى لبنان لتنفيذ عمليات في مرحلة ما إذا استمرت الأمور على ما وصلت يعني ما كان يعني يتمنى البعض أن تصل إليه والإسرائيلي أحيانا حتى يخرج شواء من عملية التبني المباشر بتصير في عملية بتطلع مجموعة إرهابية أو أحد الأشخاص أو يسرب أنه فصيل مدرش هو هو اللي نفذ العملية الفلانية وقتل أحد الأشخاص يعني كلهم مترابطين مثل محادرتك عم تقوله ما تم الكشف عنه عن شبكات اليوم تجند شباب طرابلوس لا يمكن فصل ما تم كشفه من خلال اعتقال بعض الأشخاص من قبل القوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات اللي كمان موجهن التحيين لأن مشكلة مع أي جهاز أمني يخدم المصلحة الأمنية الداخلية اللبنانية ولكن ما يكون فيه نوع من إذا بدك يعني يكون شيء على حساب شيء بالمعنى الأمني أنه منعتقل الإسرائيلي ومنعتقل الإرهابي ومنعتقل اللي عم يساعدون ويكون التعامل بنفس الطريقة من كل الأجهزة الأمنية عم بحكي مش عم بحكي بجهاز معين فجهاز فرع المعلومات الأمن الداخلي مشكوراً قام وأعلن عن عملية كشف هذه الخلية بنفس الوقت كمان كان فيه إرهابيين في أماكن أخرى عم ينشطوا وتم خلال باعتقد من شي عشرة أيام أنه مثلاً كان التركيز أكتر حتى ما يزعلوا كمان هلأ يقولوا بس تتذكر كان مثلاً بالشهرين الماضيين التركيز على ترابلوس صح؟ صحيح طيب بالعشرة أيام الماضيين أو أكتر شوية أو أقال تم اعتقال بعض الإرهابيين في البقاح طيب وقبلها أعلن من قبل فرع المعلومات عن اعتقال إرهابيين كانوا باتجاه بصدد العمليات في الضاحية إذن عم نحكي نحن عن خلايا موجودة يعني الشبه فيه نقول على كل الساحة اللبنانية طيب اللي بيوصل على بيروت بيقدر يفوت على الضاحية وبيقدر يفوت على مناطق الأخرى في لبنان واللي بيتحرك بالبقاع بيقدر يكون بالبقاع الأوسط وبيقدر يروح على البقاع الغربية وبيقدر يروح على البقاع الشمالية بس هيدا النشاط وإعادة إحياء هذه مش إحياءة يعني تنشيطة بهذه الكثافة وعلى مقربة من استحقاق الانتخابات النيابية يعني بالتوقيت اليوم يطرح علامات استفهام شو الهدف آخر شي يعني بنعرف هيدا العمليات مفتوحة بين العدو الإسرائيلي والمقاومة وإسرائيل طبعا يعني ما بتخلي يمكن فرصة قدامها للقيام باغتيال القيام بتوجيه ضربة ولكن عم نحكي نحن عن مجموعات على امتداد المساحة اللبنانية آخر شي وتحضير لعمل عسكري أو عمل أمني تهدف لوين للوصول إلى أين شوفي بالفترة الأخيرة كان هناك سعي واضح صار يعني أكثر من حالي فجرت في لبنان كان هناك سعي من قبل بعض الدول الإقليمية أن يكون هناك اقتتال داخلي وأن يكون هناك انفلات أمنة على الساحة اللبنانية على ضوئها يتم إعادة ترتيب الواقع أو الخارطة اللبنانية لأن هيد الدول الإقليمية حتى الآن غير مقتنعة بأن يكون هناك انتخابات أو أن يكون هناك إيجاد حلول على الساحة اللبنانية إذا لم يتم القضاء سياسياً وكلياً على هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية بعدها بهذه القناعة؟ بعدها لحد الآن على رغم التحولات الحاصلة على سعيد المنطقة اليوم؟ فيه تكتيك معين بمعنى أنه مش قبول بالمعنى القبول حباً ولكن استرضاءاً لأنه في أمريكا هي طلبت أنه يجب أن تجري الانتخاب فلذلك كان العمل على هذين المحورين محور الأول مراهنة الأمريكي على أن يكون هناك انتخابات تخدم ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية بالمعنى التغيير السياسي لمن شأنه ضمن بين قوسين حرب النعمة أنه نستطيع أن نحقق ما لم نستطع تحقيقه من خلال العسكر أو من خلال الضغوطات التي مورست على السعادة اللبنانية تغيير الأكترية بالمعنى تغيير الأكترية الجانب الآخر هو رأس حربي أكثر وإذا بدك متشعب أكثر في الداخل اللبنانية هي السعودية وأنا أتحمل مسؤولية كلمة حتى معي هنا كان لهم وجود نظر أخرى أنه إذا لم يكن هناك تغيير جذري في طريقة تعاطي لبنان كلبنان مع سياسات المملكة العربية السعودية في المنطقة ومع المواقف تجاه السعودية في المنطقة وبالتحديد مع الحروب التي تخوضها السعودية في المنطقة لن نقبل أن يكون هناك لا حراك سياسي ولا انتخابات ولن نقبل أن يكون هناك حلول اقتصادية ولذلك نضغط في سبيل إخراج حتى من يمكن في مرحلة ما أن يتقارب مع حزب الله ومع حلفاء حزب الله في المرحلة القادمة وما جرى مع الرئيس الحريري ونحكى فيه بالإعلان يعني تقول أنه لم يكن قرارا طوعيا بل كان قرار بدغط من المملكة لإخراجه الرئيس الحريري؟ واضح يعني معروفة هذه القصة اللي كان بالمعلومات والحقائق والكان بالتجارب اللي جرت حتى عندما كلف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة كيف كان عم يتم التعامل معه ورفض استقباله في السعودية إلى أن وصلت الأمور إلى ما استطاع أن يشكل هذه الحكومة بعد الفاصل بدي أسأل يعني على ما يبدو كل مواقف عم تقول أننا رايحين إلى إجراء هذا الاستحقاق لا هلأ بحكي نسأل عن جيدة الرضاة مباشرة بعد هذا الفاصل الأخير نصر المحوال الخير في هذا الحوار مع الكاتب السياسي والإعلامي الأستاذ حسين مرتضى بعد بدنا معلومات خلص اليوم بزيادة بعد عندنا لقاء بالله بجنوب لقاء سياسي بالميرية فبعدنا نخلي شوال الحكومة يعني عم تحكي أنت فيما يتعلق بي يعني اليوم نشاط على صعيد هذه المجموعات ولكن بالمقابل كمان في نشاط لقوى الأمنية في الداخل اللبناني لا إيقافة ومنع من القيام ولكن هذا شو؟ يفتح الباب أمام سيناريو أمني مخيف في المرحلة المقبلة يمنع إجراء الاستحقاق الانتخابي أم ماذا؟ أو يطير الاستحقاق من أساسه؟ هلأ هو دائما كان عم يحكي بموضوع أنه إذا بدأت تتأجل الانتخابات بيكون السبب سبب أمني نعم ، حكي؟ نعم ، والبعض أعتبر أنه هذا الحكي سياسي أن من بعض القوى السياسية أنه ربما تكون هي عم تروج لأنه لا بدأ الانتخابات أو ما شابه ذلك هنا كانوا يرهنوا أن هذه القوى السياسية بحسابات الأرقام بدأت تخسر اليوم صار العكس الأمريكي والقوى الأخرى كانت بالداخل وغير الداخل الصورة اختلفت بالنسبة لها أنه نحن راهنا على تغيير أكيد صلاديق الاقتراع هي التي تحدد ولكن بالأرقام والإحصائيات مش هيدا التغيير اللي اشتغلنا عليها القد مش هيدا كان ودفعنا عليها القد مقعد هون وخسرنا هون وربحو هون يعني بيطلع إذا بدك بالتوازن رح يكون نفس العدد بالإحصائيات تقريبا تقريبا ما شكلوه بدون أي خرق لا ما هو يمكن بمطرح أنت ياخدوا منك مقعد تاخدي بمطرح تاني بمطرح تالت اللي كانوا معاولين عليه أن هون يكونوا أكتر يعني أنت عبكرا صار هاجس الأمريكي بدي حكيها بهذه اللغة وأني بعتذر يعني صار هاجس الأمريكي اليوم وغيره أنه عبكرا بيصير فيه كتلة برلمانية كبيرة هلأ إذا كانوا مثلا كتلة سنية وهي مطلقة مع المقاومة ما نحنا كنا عم نجي نحاول نروج لموضوع أن المقاومة جردت من إذا بدك توافقاتها الطائفية اللبنانية أصبحت فقط تمثل طائفة واحدة وهناك من يتحكم بهذه الطائفة وهناك ثنائي عم يحاول جر لبنان إلى مكان ما طبعا بكرا إذا كان فيه كتلة برلمانية تضم كل شرائح المجتمع اللبناني ما هذه تشكل مشكلة بالنسبة للي كان عم بيحاول يعزف على هذا الوطر أنه أنتوا أول شغلة ما عد عندكم تمثيل حتى من بيئتكم رح يطلع أنه وصلوا لمرحلة بإذنه تعالم ما رح يكون فيه أي خرق يعني ما بكل الحسابات شاء الله ما يكون فيها طيب هلا كل الاستطلاعات رأي بتقول أنه لا لن نكون أمام هذا الخرق اللي تم العمل عليه واحد واثنين وثلاثة وأربعة ما بيشكلوا هذا الشي اللي كان عم يخطط له إليه الأمريكي يعني هيدا شو بسهل إمكانية أنه انطير الاستحقاظ؟ لا شو لكان ضلت المراهنة على الواقع على الواقع الأمني الاحتمالات هلا في بعض القوى يعني حتى بصالوناتهم الداخلية هايك ببعض الدردشات ما بعرف على هو هيدا الهاجس من وين إجا بيقولوا لك أنه ما رح تصير الانتخابات بالتقديرات اللوجستية اللي عم يشغل إليها على الأرض الجميع يسعى إلى أن تجري هذه الانتخابات هل ممكن ربط الاستحقاق الانتخابي بالتطورات التي تشهدها ليس المنطقة يشهدها العالم؟ ممكن في مكان ما ممكن ربطة حتى بالحدث الأوكراني اليوم يعني بمعنى أنه إذا نحن بمهو كيف بمعنى إذا نحن شوي تصعدت عسكريا الأمور بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أول شغلة أجواء إجراء الاستحقاق الانتخابي ما بتعود قائمة طبعا عم بيحكي منطقة هلنا بغض النظر أنه الاحتمال الأمني مفتوح هون شلته مع العلم أنه موجود عم نكيوني عن شجار اجتماعي على خلفية هذه الأزمال إذا ما عنا وسائل مقل ولا عنا كهرباء ولا عنا خبز وفيه طوابير من الناس أمام الأفراد ما بيعود فيه أرضية ما فيه إمكانية يعني إجراء الاستحقاق ما فيه إمكانية لوجستية ولا منطقية للقيام بهذا الاستحقاق هون ممكن نتأجل لفترة ستة أشهر سبعة أشهر بتكون إلى حد ما تبلورت الصورة عالميا دوليا وبدأ تأمين بدائل لها علاقة بالواقع الاقتصادي اللبناني يعني أزمة الطاقة والمحروقات ومواد الغذائية ولكن هذا الأمر كمان بجرنا أنه نحو قطل عم نحكي بستة أو سبعة أشهر بجرنا هذا الأمر إلى الاستحقاق الرئاسي اللي كمان في حينها رح نحكي كمان عن عملية إلى حد ما كمان فراغ يعني نحنا نحكي عن تمديد للمجلس النيابي ممكن المدد طب لي مش لما من مدد بيصير فيه انتخابات رئاسية عبر هذا المجلس هلما هون هون بيطلع قوة بتقول هذا المجلس هو فاقد للشرعية بالمعنى الدستوري إنه مدد لنفسه مرجع بنا نقع بنفس الدوام السابقة بتصير الحكومة هي حكومة تصريف أعمال تقوم بمهام رئيس الجمهورية هلأ البعض ربط حتى هذا الأمر سياسيا بموقف الوزير سليمان فرنجي موافقته على تسمية وزير إعلام كمان من مجلله تهنئة ووزيرنا الإعلام الجديد بلش ينبشونه بالتغريدات السابقة مشكلة في لبنان مش طبيعيين خلص تركوا للزلمة فهذا الأمر عم نحكي منطقيا وواقعيا ربما يكون له التأثير الكبير لوجستيا على عملية إجراء الاستحقاق الانتخابة كانت تقول حتى مسألة الحسم باتجاه إجراء هذا الاستحقاق هي الحظوص فيها متساوية بين إمكانية أو عدم إمكانية إجراءها فعلا يعني على الرغم للتطمينات والمواقف المعلنة كتقدير شخصي هلأ في كثير أوساط بتقول أنه لا ما رح تصير صحيح وفي أوساط بتقول البلاء لحد الآن فينا نقول يعني هلأ بيقول لك ما أي واحد بيقول 50% بـ 50% لكن هو فعلا حاليا ما حدا بيقدر يحسم بدأ تصير ولا حدا بيقدر يحسم أنه ورح تصير لكن على أرض الواقع تجري كل الاستعدادات وكل إذا بدك الإجراءات إن كان على صعيد تشكيل اللوائح وأعلان المرشحين واللي كانوا عم يراهنوا أنه هني يمكن آخر ناس بل كبيراهنوا على موضوع أنه ما تصير الانتخابات كانوا أول من بادروا إلى عملية تسمية أنت كان حزب الله؟ كان حزب الله ولا حتى حركت عمل خلال تنين في مؤتمر صحفي لدولة الرئيس وبدأت عملية الأحزاب الأخرى هلأ بالمقابل كان كمان الحزب الوحيد اللي عم يشتغل على العمل من أجل إيجاد مرشحين له وإيجاد تحالفات هو حزب القوات طبعا اليوم كمانا في اتجاه لتشكيل جبهة بالمقابل يعني عدد إحواء 14 أذار سنورة كان حزب القوات يعني إذا بدك هايك داخل بعوق أكثر لأنه كان عم يراهن على موضوع أنه قداش بيقدر يجر وبيصحب من أصوات أهلنا السنة وشخصيات سنية يكون إلها تأثير على الشارع السنة لأنه كان هو هايك أوحي للأمريكي وغير الأمريكي إنه شو بدكم بسعد الحرير وشو بدكم بفلان أنا بجيب لكم هاو دي كان بدو جيب لكم يوم الرئيس سعد الحرير وغيره لكن الحقارق على عبد الوقت هون حسابات الحقل ما ساقبت يعني حسابات البيضر وليس تطلع على البيضر وخصوصا فيها العاصفة السلجية روحت كل الأمح اللي كان طيب بس عم بتقولي طيب أنا بس بدي أسأل يعني اليوم الكاشف عن هذه الشبكات وهذه المعلومات اللي حضرتك حكيت عنها بتخفف من وطئة خلينا نقول الدخول بسيناريو أمني في المرحلة المقبلة أنت سحبتي إذا بدك عدد من الصواعق بس كمان حتى تكون صريح مع المشاهدين ومعي ما سحبت كل الصواعق باعت فيه صواعق ربما نكون في مكان ما لا سمح الله في لحظة ما ما نقدر أو ما تقدر القوى الأمنية أنه تكشف يعني هيد الخلايا وينفذ عمل بوزن هذا الصيد التنين برأيك؟ بمعلة تحصين داخل إذا بدك قيادة المقاومة قيادة المقاومة في كتير غيروا من التكتيكات يعني حتى يجمع الآن الإسرائيلي يقدر يرجع يجمع داتا جديدة وجديدة عن المكان اللي يعيش فيه X أو Y بعد ما تغيرت المعادلة بده وقت لكن نحن بنعرف أنه على الصعيد اللبناني مش كل الشخصيات المهمة عندها القدرة الأمنية على التغيير من تكتيكاتها وتحركاتها وطريقة العيش أو طريقة التعامل أو طريقة التنقل يعني بعده سيناريو قائم ولكن أقل ضعفا خلينا نقول نتيجة هذا الكشف قائم أقل ضعفا أو أنت سحبتي بعض الأمور اللي كانت يعني أسهل يعني عندما يقول سمحت السيد أنه ناطرينك بأنصارية اتنين يعني عم بقول له لا يعيد النظر العدو في إذنيته القيام يقول أنت المناورة هي كأنه حرب استباقية يعني أنا أقول توقيت المناورة التي كمان ستتامل لعمل هي حرب استباقية للقول الإسرائيلي فالأسلوب الذي يستخدمه سمحت السيد من الحرب النفسية وبالمعلومات هو مناورة مناورة تكتيكية توصل رسالة للعدو حتى يفشل يعني نحن ما بهمنا تنكسر إجرى مثل ما بيقول الجياجي بدنا نقول لكش قبل ما تنكسر إجرى فالهدف أنه ما يصير فيه عملية اغتيال والهدف أنه ما يصير فيه أي حدف أمني على الساحة الليبنانية ردع الإسرائيلي ردع الإسرائيلي من هذا المنطلق كان كلام سمحت السيد واضح وكان الإعلان كمان حتى لا يأخذ الأمور كان الإعلان من قبل القوى الأمنية والأمن الداخلي عن هذه الخلايا كمان للكشف أنه هؤلاء بيخاف حتى إذا فيه شيء نحن بعدنا من نكاشفينه عملائك بيحوزتنا بيبلشوا يخافوا أنه بلك يعترفوا كإرهابيين وكعملاء بيبلشوا يحاولوا يغيروا من تكتيكاتهم حتى يرجعوا عيدوا إعادة تنظيم هذه الخلايا ولو كانت خلايا بطريقة الانفرادية أو ذئاب منفردة اللي بيسموها ولكن ترجعوا بتاكل وقت معهم بل كي يكون حصلوا على معلومات من هؤلاء العملاء وهؤلاء الإرهابيين بيرجعوا بيكونوا في حملة استباقية في المرحلة القادمة لإفشال أي عمل أمني على الساحة المنطقة يعني وقد نكون أمام محاولة استدراج جديدة على غيرها اللي شفناه بخلدي بشوية من أجل كمان يعني مثل ما حضرتك تفضلت وقلت يعني إنهاك أو إدخال والطيوني بطبيعة الحال إدخال جريمة الطيوني وإدخال المقاومة بإقتتال داخلي بينزع عنها أو يضعفها هذا الأمر يعني إن شاء الله طبعا بس التجربة بتأكد أنه الفشل كان كبير ومعد يعني بيقدروا يستخدموا هذا السلاح كل الاحتمالات قائمة لا سمح الله في مكان ما ولكن ارتدادات ما جرى في خلدي وفي الطيوني من الناحية السلبية كانت على القوى التي كانت تراهن على هذا الموضوع كانت سلبية بالنسبة إلون طبعا وصار في غضب حتى من شوارعون وفي حالة استياء فهذا الأسلوب ما عاد كتير بيقدروا هلأ يمررواه خلال هذه الفترة لذلك كانت المراهنة على العمل الأمني ومحاولة عملية الاغتيال المباشر يعني عم يتدرجوا هون طبعا عملية ومحاولة الاغتيال المباشر كان في ربط بالمعلومات يعني من خلال اليوم الاعترافات الحاصلة والتبقيفات التي حصلت فيه ربط بين يعني ما يحضر وبين ما جرى وتحديدا ما جرى في الطيوني أستاذ حسين كان فيه إذا بدك بالمعلومات الأولى مرتبط كان بموضوع خلدة لأنه خلدة كان مرتبط كمان بما جرى في الطيوني من ناحية مساندة كان إذا استمرت الأمور أو جرت الأمور نحو اقتتال في حادثة وكمين خلدة يساندهم بعض الميليشيات الأخرى اللي مرتبطة مباشرة بالقوات وقت اللي فشل هذا المشروع انتقلوا إلى المرحلة الثانية اللي حاولوا يعملوا نوع من الانشقاق اللبناني اللبناني إنه بتصير فيه مسألة مناطقية ومساندة من قبل إذا بدك المسيحيين المطلقة لسامير جعجع بالأيام الأولى كان فيه نوع من الضياع ونوع من إنه شو الموقف لكن عمليا اليوم على أرض الواقع إذا بتروحي على عين الرماني ومنطقة الطيوني بيحكوا بأعداتهم وفيه فيديو سرد خلال اليومين الماضيين إنه نحن كانوا يورطنا سامير جعجع نحن وأهل عين الرماني وأهل هذه المناطق نحن ما في شيء ورجعت الحياة المتداخلة ولكن اللي إجوا من برة وقاءت جهاز أمن سامير جعجع اللي كان هو عم بحاول يورط هذه المنطقة لإعادة إيجاد خطوط التماس من جديد التي كانت بين الحرب الأهلية فيه محاولات لترحيل بعض الموقوفين هلأ هذا الملف رجع بعد كف يد القاضي السابق اللي هلأ رجعت تم تحريكه لكن الملفت فيه أنه اللي صار خلال اليومين الماضيين ما علاش لو كان خارج الإطار نص دقيقة نص دقيقة أنه الأمريكي دخل على الخط يعني الأمريكي وقت اللي بيجي بعاقب والدة الشهيد محمد تامر وما إلى أي حراك سياسي أو أي نشاط سياسي نحضر الحسابات فقط أنه والله هي كانت عم تنشر صور ابنها هو اعتبر أنه هيدا مرتبطة ببنية المقاومة ممنوع تحول مصاري ممنوع تعامل شركتها على العقوبات سكر الحسابات هذا دليل أنه أنه الأمريكي تابع حتى التفاصيل الجزئية يعني ما علاش الشهيدة محمد تامر أو ولد الشهيدة محمد تامر شو هي قائدي من المقاومة لنقول والله الأمريكي بيعرفها لا بس في مين في مين هون بزود الأمريكي أكتر من الأمريكيين بكل المعلومات وبكل التفاصيل وأن يصل الأمريكي إلى إلى هذه الجزئية أنا مجهة نظري دليل ضعف يعني مش مشهد عمل المشرف يعني الحديث تتم أستاذ حسين دائما الحلقة معك غنية بالكثير من المعطيات والمعلومات أهلا وسهلا فيك مهم أنت ما تكورني شكر خلال خلصنا شكر لألك على هذه المشاركة شكر الله يسلمك شكر لألكم ومشاهدين الكرام في أمان الله شكرا لألكم ومشاهدين الكرام شكرا لأ Mỹ شكرا لألكم بازن البق necesita